ناخد ستة سئلة؟ أو السبعة سئلة؟ سبعة سبعة؟ أصمّ منت على السابعة والسبعة ده أهم سؤال بيني بينك يعني طيب نبدأ بلعب الموسم في الأهلي السنة دي؟ 2021 في عام 2021 كريم؟ سابت سابت بالنسبة لي لعب الموسم؟ إذا نبسج على فكرة شفت قالك سابت هو فيه لعيبة يعني برضو ده أراء وإحنا كل اللعيبة نجوم يعني بس أنا شايف على مدار العام إحنا حققنا دوري أبطال أفريقيا حققنا 2 سوبر أفريقي حققنا برونزيكا سعالم أنا وجهة نظري لعب العام حمدي فاتحي ليه حمدي فاتحي؟ إحنا بدأنا الموسم كنا بنلعب 4-2-3-1 لما جه حمدي فاتحي وتم توظيفه في اللي هو الليبرو المتقدم اللي هي بقينا بنلعب 3 بسبب نجاح حمدي فاتحي في المكان ده فطريقة لعب النادي الأهلي في عام 2021 اتغيرت من 4-2-3-1 لـ 3-4-3 بسبب وجود حمدي فاتحي بصراحة قدم مباريات كبيرة جدا أعتقد أنه لعب أغلب المباريات وجوده مع المنتخب حتى لما راح دلوقتي وجوده في المركز ده اللي هو الارتكاز الدفاعي وبرضه مع النادي الأهلي أعتقد أن حمدي فاتحي لأ بصراحة قدم موسم يعني يستحق عليه التحية قبل ما روح لكريم اسمي علاء وانا من عشاق الأهلي وقناته وبنام وصح عليه وبحب سابته كريم جدا وبحبك جدا يا كابتل أشكرك جدا أنا بتنفس أهلي ماشي علاء محمود بيقول الفريق كله هو أحسن لعب ولكن بشوف دايما في المتشاط أي واحد من الثلاثة دول أفشة سولية ديانج يغيب عن الأداء فالمجمل بيتأثر عمر السولية ومحمد شريف ده مايكل جورج أو ميشيل جورج محمود خليفة بيقول أفضل لعب خط وسط في الأهلي هو السولية وحمدي وديانج أو بيقول خط وسط الأهلي هو الأفضل كريم والله يا كابتل السلام فيه لعبة كتيرة قدمه السنادي يعني جهد كبير وأنا حتى مبسوط بهذا كم من عراء الناس في عمر السولية على وجه التحديد لأن عمر السولية كنت دائما بشوفه هو جندي مجهول في الفريق لكن أنا على المستوى الشخص بصراحة أختار أكرم توفيق لأن أكرم توفيق في وجهة نظري عمل إضافة كبيرة للنادي الأهلي السنادي في إنه